اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة رقم اتنين ده عبارة عن النتوء المفصلي الامامي رقم تلاتة عبارة عن النتوء المستعرض رقم اربعة عبارة عن النتوء الشوكي رقم خمسة عبارة عن النتوء المفصلي الخلفي فبقول لي هنا رقم رقم ألف بقول لي رقم واحد واثنين رقم واحد زي ما احنا اتفانى اقول اسمه ايه الوجيه اللي هو النصفي لرأس الدلع وطبعا ده صح عندنا فواحد صح تمام يبقى واحد صح بالنسبة لنا الحاجة التانية المفروض اللي هو يتصل بها اللي هو مين اللي هو رقم ثلاثة رقم ثلاثة اللي هو مين اللي هو النتوء مين اللي هو المستعرض هنا ايه اللي مين رقم اثنين ده رقم اثنين ده اللي هو مين طول مفصل الأمامي فأصبح رقم ألف كده بالنسبة لنا غلط رقم به قال لواحد وثلاثة احنا قلنا واحد صح وثلاثة كمان صح ثلاثة قلنا مين أن تقول مين اللي هو المستعرض فعندي هنا اللي هو الضلع بيتصر بحكتين زي ما احنا اتفعنا اللي هو النطول مستعرض وجسم الفقرة جسم الفقرة هنا اللي يمثله مين اللي هو الوجيه النصفي لرأسيه الضلع يبقى كده الإجابة الصحة رقم مين نرقم به الشكلان التاليان يمثلان جزئين من الهيكل العظمي للإنسان اول طبعا اللي قدامنا رقم واحد الشكل رقم واحد ده بيمثل مين اللي هي الفقرة الاولى من الفقرات العنوقية العمود الفقري عند رقم اتنين ده عبارة نظام مين الجنجمة فبقول لنا اي العبرات الاتية الصحيحة بالنسبة لهزين الشكلين هندور على حاجة صحة يخلي بالنا رقم ألف الشكل رقم واحد ينتمي الى الهيكل المحوري طيب عندنا فعلا اللي هو رقم واحد ده بينتمي مين للهيكل المحوري لان ده عبارة عن فقرة من فقرات العمود الفقري والشكل رقم اتنين ينتمي للهيكل الطرفي هل جنجمة بتنتمي للهيكل الطرفي ولا الهيكل المحوري ده مفروض الهيكل المحوري فاصبحت العبارة غلط الشكل رقم اتنين يتصل بالشكل رقم واحد عن طريق اللي هي النتوئات اللي هي المستعرضة شكل رقم واحد اللي هو مين شكل رقم اتنين اللي هو جنجمة يتصل برقم واحد اللي هي الفقرة الاولى من اللي هو العمود الفقري هل بتتصل عن طريق الانتوقات اللي هي المستعرضة طبعا الكلام ده غلط هنيجي الرقم 3 عندنا رقم 3 او رقم جيم كل من الشكل رقم واحد والشكل رقم اتنين يقوم بحماية الجهاز العصبي المركزي ايه رأيكم في الكلام ده صح ولا لا طبعا صح صح ليه عندنا رقم واحد اللي هو بيمر من خلاله اللي هو مين اللي هو الحبل الشوكي من خلال اللي هي القناة الشوكية أما رقم 2 ده هيقوم بمين بحماية مين اللي هو المخ وهما الاتنين سواء حبل الشوكي أو مخ هما الاتنين بيدعوا مين الجهاز العصبي المركزي فإذا الكلام ده صح الشكل رقم 1 من مكونات القفص الصدري طبعا الكلام ده غلط لأن ده من مكونات مين العمود مين الفقري الشكل رقم 2 من مكونات الهيك المحوري صح فأصبحت العبارة غلط فإذا الصحة رقم 2 الشكل المقابل يمثل جزء من العمود الفقري للإنسان فإذا كانت الفقرة المشار إليها برقم 1 اللي هي قدامنا ديت تتصل بالضلع 11 يعني ضلع رقم 11 ضلع رقم 11 معنى كده إحنا بنتكلم على أول ضلع من الضلوع العائمة معنى كده دي هيمثل للفقرة رقم كم هيمثل للفقرة رقم 18 يبدأ هيمثل الفقرة رقم 18 طلب مني فماذا تمثل الفقرة المشار إليها برقم 2 رقم 2 دي ترى رقم كم الفقرة رقم كم احنا اتفقنا دي رقم كام 18 اللي بعدها رقم كام 19 طبعا دي بسمع الفقرة مين اللي هي الظهرية او بسمعها الصدرية بعد كده هنبدأ في مين في القطنية القطنية رقم واحد القطنية رقم كام رقم اثنين يبقى رقم اثنين دي تنوها هتمثل للقطنية رقم اثنين يبقى نختار مين القطنية السانية يعني رقم مين رقم دال هنبدأ كده في حل اثنين الاختيارات او السؤال كم عدد عظام الهيكل المحوري في الانسان احنا عارفين عدد العظام في الانسان متين وستة عظمة متين وستة وطلب من مين الهيكل المحوري هنطرح من اللي هو المتين وستة كده اللي هي عدد عظام اللي هو الهيكل الطرفي الهيكل الطرفي الهيكل الطرف اللي احنا فاكرين كان عبارة عن عظام اللي هي الحزام اللي هو الصدري اربعة يبقى عندي اربعة ده الحزام الصدري وعندنا طرفان العلويين عبارة عن ستين عظمة عظام اللي هو الحزام الحوضي عبارة عن اثنين عدد عظام اللي هي الطرفان السفليين عبارة عن ستين احنا جمعنا دول كده ستين وستين مية واشرين وعندي اربعة واتنين ستة يعني 126 يبقى اطرح المتين وستة هطرح منه كم 126 عظمة اللي هي بتمثل اللي هو مين الهيكل اللي هو الطرفي تمام هيطلع لكم هيطلع لثمانين يبقى الاجابة عندنا اللي هي مين ثمانين عظمة اي الفقرات التالية تعتبر اكبر الفقرات القطنية حجما احنا عارفين الفقرات القطنية عددها خمس فقرات ودي موجودة في منطقة مين في منطقة اللي هي البطن الفقرات طبعا فقرات متمفصلة وبتعتبر الوي اكبر الفقرات ايه من حيث الحجم طب هنا هوا عوز اكبر واحدة فيهم عندنا هنا اللي هي القطع بتاعتنا من اعلى الى اسفل هيزيد معايا الحجم بتاع الفقره فمعنا كده الفقره القطنية الاولى هكون اقل واحد فيه الحجم التانية هكون اكبر منها معنا كده هنا عشان نختار اللي هي اكبر واحدة في الحجم هختار اللي هي من 작ال الفقره رقم 24 احنا عارفين فقرات القطنية بتبدأ من رقم 20 يبقى 20 دي أظهر واحدة في الحجم 21 هتكبر شوية هاصل لحد كام رقم 24 دي هتمثل لي أكبر واحدة في الفقرات مين القطنية يبقى نختار مين الفقرة رقم كام رقم 24 حجم الفقرة رقم 20 بالنسبة لحجم الفقرة رقم 19 طب 20 دي بتيجي بعد مين بعد 19 وإحنا تفعل دلوقتي لسه إلينا قاعدة من أعلى إلى أسفل هيزيد معي مين هيزيد معي الحجم معنا كده أن 20 دي هيكون أكبر منين أكبر من رقم 19 من فقرات العمود الفقر الإنسان يكون يا طرق أصغر مين إحنا قلنا والله أكبر منها موساوي لا إحنا قلنا أكبر منها أكبر منها قليلا طبعا دي الإجابة أكبر منها كثير لا هو بيكون الفقر مش كبير أوب 2 نختار مين رقم جين أي المناطق التالية تتواجد بها الفقرة المنصفة للعمود الفقر يعني منصفه يعني في نص العمود الفقري طبعا احنا دلوقتي عارفين أن عدد فقرات العمود الفقري كام 33 فقرة رقم 7 حريبا الفقرة رقم 17 هيكون هي المنصفة لإنها هيكون في قبلها 16 فقرة وفي بعدها كام 16 ايه 16 فقرة طيب يا طرى اللي هي الفقرة رقم 17 هتنتمي لمن للفقرات الانقية طبعا لا عشان الانقية اعدادها 7 بس الفقرات الزهرية طبعا تمام دي جابه صح ليه علشان عندنا الانقية قنقلها 7 وعند الزهرية كام اللي هي 17 سبع واثنشر أصبحه كان 19 لأن الفقرات الزهرية بتمتد من رقم 8 إلى رقم 19 معنا كده أن رقم 17 بتتبع مين؟ بتتبع اللي هي المنطقة الزهرية القطنية طبعا غلط علشان دي بتمتد من رقم 20 إلى رقم 24 العجزية طبعا برضا غلط علشان بتمتد من الفقرة رقم 25 للفقرة كان رقم 29 كما عدد عزام العمود الفقر في الإنسان هنا بقول لي مين عدد العزام وليس عدد الفقرات خليبنا احنا عارفين العمود الفقرية عدد الفقرات فيه كم 33 فقرة انما هنا بيسألنا على مين على العدد ايه على عدد العزام علينا حسبهم مع بعض عندنا اول حاجة اللي هي 7 فقرات اللي هي عنقية عندنا فيه 12 اللي هي ظهرية عندنا فيه 5 قطنية طبعا كل دي فقرات بسمها فقرات متمفصلة وكل فقرانا بتمثل عظمية مستقلة منفصلة عن التانية دول مجموحهم كده كم 7 و 12 و 19 و 5 يبقى كم يبقى 24 عندنا الفقرات العجزية خمس فقرات والخمسة دول ملتحمين مع بعض اما جاء حسبهم وحسبهم واحدة فقط لانهم عبارة عن فقرات ملتحمة وعندنا العصصية عبارة عن 4 فقرات ملتحمة هي كمان يعني اما جاء حسبهم وحسبهم عبارة ايه عبارة عظمة واحدة اصبح اللي قدامك كده مجموحهم كام 26 ايه 26 عظمة في الشكل المقابل اي التركيب التالية لا يتبع الهيكل المحوري عاوزين حاجة بيش تبع مين الهيكل المحوري رقم واحد ديت عبارة مين عبارة عظمة الطرقوة وطبعا عظمة الطرقوة ديتنا لا تتبع مين الهيكل المحوري فإذا رقم واحد ديت صحيب كده اللي جاء بها رقم ألف إنما عندنا رقم أربعة طبعا ديت عبارة عمين عبارة عن فقرة من فقرات اللي هي العمود الفقري الفقرات العنقية طبعا بتتبع الهيكل المحوري اللي عندنا عظمة القصة بتتبع الهيكل المحوري الضلع طبعا بيضع عمين الكفص الصدري يعني بيضع عمين الهيكل المحوري أيما يلي تتشابه في كل من الفقرة الأولى والثالثة من فقرات العمود الفقري اول فقرة فيه اللي هي فقرات العنقية مع الفقرة الثالثة من فقرات العموض الفقرية طرح المنتشابين في ايه اول حاجة عندنا كده نشوف الاختيارات اللي هي عندنا اول حاجة الشكل طبعا الشكل بتاحهم بيكون ايه مختلف يعني لما نيجي نبص على الصورة كده طبعا دي عندنا اللي هي الفقرة الاولى ودي الفقرة ايه اللي هي الثالثة طبعا زي ما احنا شايفين مختلفين فين في اللواء ايه الشكل بتاحهم فرقم ألف كده ما نفعش أختار مين ما نفعش أختار الشكل الحجم زي ما احنا لسه شايفين برضك حجمهم مختلفة عن بعضه الوظيفة برضك مختلفين على حسب هل اتصالها بالفقرة اللي بعدها ولا متصلة بيه اللي هي الجمجمة إنما طبعا المنطقة هم كلهم يدعمين اللي هي منطقة العنقية فإذا نختار مين اللي هي رقم ده اللي هي منطقة ايه العنقية أي مما يلي صحيح بالنسبة لآخر مجموعتين من فقرات العمود الفقري الآخر مجموعتين معنى كده بتكلم عن الفقرات اللي هي عاجزية ودي عددها خمس فقرات المجموعة اللي بعدها ليه فقرات مين العصاصية ودي عددها أربع فقرات طبعا دي ملتحمة ودية ملتحمة فبقول لي هنا تتشابهان في عدد العظام عدد العظام وليس عدد الفقرات اللي ركز في كلام فإعلن الكلام ده صح ليه؟ علشان الخمسة دول ملتحمين مع بعضها هيما السلة عظمة واحدة والاربع دعوا المرتحمين مع بعض هم يستل العضم اي واحد اي بيهم الاثنين شكل بعض فعلا فيه عدد اي في عدد الأزام رقم بيه تتشابهان في عدد الفقرة طبعا الكلام دي غلط علشان دي خمسة ودي كام ودية اربعة الرقم جيم تتصلهم بالحركفتين برضا غلط علشان عندنا اللي هي الفقرات اللي هي العجزية فقط هي اللي بتتصل بيهم أما اللي هي الفقرات اللي هي العصوصية اللي تتصل بيهم ذات أحجام متساوية برضه غلط علشان الفقرات العجزية بيكون حجمها أكبر من الفقرات مين العصوصية يبا كده الصح رقم ألف ماذا تمثل الفقرة رقم 27 من العمود الفقري رقم 27 تعال نحسابه مع بعض من رقم 1 لحد رقم 7 دي بسمها فقرات عنقية من رقم 8 لرقم 19 بسمها فقرات مين اللي هي الظهرية أو صدرية من رقم 20 لرقم 24 ما سماها فقرات قطنية من رقم 25 ل29 بسمها فقرات مين عجزية يبا حتى دلوقتي 27 بتتبع مين من 25 ل29 يبا دي بسمها فقرات مين اللي هي آيية العجزية احنا طف truthful من أول 25 إلى 29 بسمها فقرات مين اللي هي آيية العجزية عددهم كم عددهم خمس فقرات يعني 25 دي الفقرة العجزية رقم 1 و 26 فقرة العجزية رقم 2 و 27 لو بيسأن عليها الفقرة العجزية رقم كام رقم 3 هي بنختار مين اللي هي قاطنية تانية غلط طبعا العجزية الثالثة طبعا دي ايه الصح ما نوع الفقرة رقم خمستاشر من العمود الفقري رقم خمستاشر عندنا من واحد لسبع بسمها عنقية مش تابعنا من رقم تمانية لرقم تسعتاشر بسمها اللي هي الظهرية أو بسمها الصدرية وطبعا خمستاشر بتتبحها لأنه قلنا من تمانية إلى تسعتاشر بسمها فقرة مين الظهرية أو بسمها اللي هي الصدرية يبقى عندي خمستاشر موجودة فين بين الرقمين دول يبا إذا هنا بتتبع فقرة مين الصدرية أو الظهرية يعني اختار مين رقم دل فيما تتشابه الفقرات الظهرية مع الفقرات القطنية الفقرات اللي هي الظهرية خلي بنا عددها 12 فقرة أما الفقرات اللي هي القطنية عددها 5 فقرات دي متمفصلة ودية متمفصلة فهنا بقول لي هنا أول حاجة احنا ما ندور على ايه التشابه وخلي بنا فبقول لي العدد طبعا العدد غلط علشان دي 12 ودية 5 الحجم عندنا برضا غلط علشان عندنا الفقرات القطنية حجمها أكبر من الفقرات الظهرية اتجاه اللي هو الانحناء يا ترى هم الاتنين متشابهين فيه اتجاه الانحناء برضا غلط ليه علشان عندنا اللي هو الفقرات اللي هي الظهرية الانحناء بتاحها بيكون يمية الخلف أما اللي هي الفقرات اللي هي القطنية الانحناء بتاحها بيكون ناحية الأمام وبالتالي دي كمان غلط رقم دل عدد النطوآت في الفقرة تبعاً دي الصح عندنا علشان ديتهم الاتنين سواء ظهرية او قطنية عبارة عن فقرات ايه? فقرات نموزوجية يعني انا بتحتوى على ايه? على السبعة اللي هي ايه اللي هي نطوآت اي مما يلي يمثل اتجاه انحناء مجموعات الفقرات العنقية والصدرية والقطنية على الترتيب هنبدأ بمين بالعنقية؟ العنقية الانحنانة بتاحها بيكون ناحية اللي هو الامام اما اللي هو الصدرية بيكون الانحناء تجاه الخلف اما القطنية بيكون الانحناء يمت اللي هو الامام يبقى امام خلف امام امام خلف امام يعني اللي جاء برقم الف تعلم بصها الرسمة كده عندنا هو الحاجة اللي هي العنقية لانحناء تجاه الامام لان نتيجة ناحية خلفية ودي ناحية امامية بعد كده عندنا اللي هي الفقرات اللي هي الصدرية بيكون الانحناء تجاه اللي هو الخلف بعد كده اللي هي الفقرات اللي هي القطنية بيكون الانحناء يمت مين يمت الامام في شكل مقابل أي الأرقام التالية تمثل الأجزاء المسؤولة عن حركة العمود الفقري عملية التمافصل في الفقرات اللي هي متمافصلة في العمود الفقري بيتم عن طريق حاكتين عن طريق اللي هو النتوء المفصل الأمامي مع الفقر اللي هي فويها والنتوء اللي هو المفصل الخلفي مع الفقر اللي هي أسفل ما اللي هي تحتها فهنا بقول لي يا طرح رقم كام وكام تعال أن نبصوا كده على الحاجات اللي هو قدامنا عندنا طبعا رقم 1 ده اللي هو عبارة عن اللي هو النتوء الشوكي مالوش علاقة رقم 2 ده عبارة عن اللي هو النتوء اللي هو المستعرض مالوش علاقة عندنا رقم 4 طبعا ده اللي هو عبارة عن مين عبارة عن اللي هو النتوء اللي هو المفصلي الأمامي وعند رقم 3 ده اللي هو عبارة عن اللي هو النتوء اللي هو المفصلي الخلفي يبقى عندي الإجابة الصحة اللي هو مين رقم 3 ورقم 4 3 اللي هو النتوء المفصلي اللي هو الخلفي ورقم 4 المفصلة الإمامة إنما طبعا رقم 5 ده اللي هو جسم الفقرة مالوش علاقة يبن نختار رقم 3 ورقم كام 4 يعني الإجابة رقم مين رقم 9 ما رقم الفقرة العظمية التي يتصل به زوج الضلوع رقم خمسة. احنا عاوزين نضلها رقم خمسة يا طرح او زوج الضلوع رقم خمسة. هيتصل بالفقرة رقم كم? هنا عشان اجيب هنا اللي هو زوج الضلوع رقم خمسة هعمل ايه? هزود على رقم خمسة ده اللي هو سبعة. ايه السبعة اللي هزودها عليه? اللي هي عدد الفقرات اللي هي العنقية. احنا عارفين عدد الفقرات العنقية كم سبعة? يبقى سبعة زائد خمسة يطلع لي كم هيطلع لي اطلع لي اطناشر يبقى الفقرة يبقى عندي هنا الفقرة رقم كم الفقرة رقم اطناشر عندي جاب رقم مين رقم الف اي ازواج الدلوع التالية تتصل بقى الفقرة رقم سبعتاشر للعمود الفقري ده مرة دي عكس السؤال طب دلوقتي هنا علشان اجيب له هنا مين ازواج الدلوع اللي هي التالية اللي بتتصل بالفقرة رقم كم سبعتاشر طيب هجيبها هنا ازاي الرقم 17 اللي هو من الدول هنا هطرح منه مراد 7 يبقى 17 نقل 7 يطلع لكما يطلع لعشر يبقى نختار مين اللي هو إيه اللي هو العشر ما رقم الفقرة المنصفة للفقرات العنقية احنا عارفين الفقرات العنقية فقرات متمفصلة عددها 7 إيه 7 فقرات النص بتاعة هيكون مين هيكون الرقم 4 هيكون في قبلها 3 وفي بعدها إيه في بعدها 3 الرسم البيانة مقابل يمثل أحجام سلاسة أنواع من الفقرات المتمفصلة في الإنسان متمفصلة خلي بنا احنا عارفين متمفصلة عندنا فيه 3 حاجات فقرات العنقية وظهرية وقطنية ماذا تمثل فقرات سين وصاد وعين على الترتيب تعال نبدأ بمين هنبدأ بسين سين زي ما احنا شايفين كده من حيث الحجم قال للفقرات ايه من حيث الحجم قال للفقرات من حيث الحجم طبعا اللي هي الفقرات مين اللي هي العنقية احنا قلنا من أعلى إلى أسفل بيبدأ يزيد معي الحجم يبقى عند اللي هي العنقية اللي هي سين ديها تمثل العنقية عرفنا منين عشان حجمها هنا اي اصغر حاجة بالنسبة لنا. هي بديت عبارة عن فقرات عنقية. الاكبر منها شوية اللي هي صاد. صاد طبعا دي هتمسل لي مين الفقرات مين اللي هي الظهرية وبسمها الصدرية صدرية. اما عين هنا اللي هي اكبر فقرات من حيث الحجم المتمفصلة اللي هي القطنية قطنية. دي بدي الترتيب اللي احنا ماشي عليه. عنقية صدرية قطنية. عنقية صدرية قطنية. يعني اجابة رقم مين? رقم بيه. كما عدد فقرات العمود الفقري من النوع صاد. صاد اللي هو مين? اللي هي الصدرية. الصدرية عددها كام? عددها اللي هي اتناشر فقرة. اتناشر اي فقرة? بتبدأ من رقم تمانية الرقم كام? رقم تسعة عشر وتماندية الفقرات يتقيه متمفصلة. يعني اختار مين? اتناشر. الشكل المقابل يمثل جزء من الهيكل المحوري في الانسان. ادرسوا ثم اجب. طبعا مدين هنا ده عبارة عن فقرة من فقرات وده عبارة ايه انضلع. ادرسوا ثم اجب اي مناطق التالية في العمود الفقري يوجد بها هذا التركيب. يطرق العجزية والقاطنية والزهرية والعنقية. اللي قدامنا رقم تلاتة ده عبارة ايه? عبارة عن ضلع مندل والقفص الصدري. والقفص الصدر الضلوع بتاعته طبعا بتصل بمين بالمنطقة مين اللي هي ايه? الزهرية. وبالتالي نختار مين رقم جيمال اللي هي الزهرية. ما رقم الجزء الذي يوجد بداخله? احد مكونات الجهاز العصبي المركزي. رقم الجزء. الموجود مين? الجهاز العصب المركزي. احد مكوناته. طبعا الرقم نختار مين에 رقم مين? رقم اتنين. اللي هتمثل قناة ايه? العصبية اللي هي مر من خلالها مين? اللي هي الحبل الشوكي. بنختار مين رقم اتنين? ماذا يمثل الجزء رقم تلاتة? رقم تلاتة اللي هو مين عبارة عن� طيب. يا طرى الضلع ده ايمن ولا ضلع ايسر. طبعا منظر اللي قدامنا طبعا ده دي ناحية خلفية لان ده عبارة عن اللي هو النتوق الشوكي. وطبعا ده جسم الفكرة بيكون من ناحية الامامية. الدلع ده معنا كده هيكون ضلع ايه هيكون ضلع ايمن. القدام ده عبارة عن ضلع ايمن. يبقى عندي هنا ايمن صح ايمن صح? ايسر ده بالنسبة له كده غلط. اي صر ايه غلط طب يطرد رقم 11 ولا رقم 6 هنعرفوا منين الضلع رقم 11 اللي هو اللي احنا فاكرين زوج الضلوع اللي هو رقم 11 ورقم 12 بسمها الضلوع العائمة والضلوع العائمة بيكون قصيرة فيه اللي هو ايه الحجم بتاعها وبالتالي ان الضلع هنا كبير زي ما احنا شايفين ما ينفعش اختار ايه رقم الف يبقى نختار مين اللي هو الضلع الايمن رقم كام رقم 6 اللي هو السادس ماذا يمثل لجزء رقم 4 تعالى نبص الرسمة كده رقم 4 ودامنا اللي هو عبارة مين عبارة عن اللي هو النتو مين اللي هو المستارد فيه نتو مستارد اليما دي ونتو مستارد اليما الدانية طبعا النتو المستارد ده بيتصل بي مين اللي هو الضلع الضلع طبعا بيتصل بالنتو المستارد وكمان مين هو جسم ايه وجسم الفقرة يبدأ بيمثل مين اللي هو النتو مين اللي هو ايه المستارد يعني الهجابة رقم ايه رقم دل اي مما يلي يتصل من خلاله تركيب رقم 3 رقم 3 اللي هو مين الضلع بالتركيب رقم 7 3 ب 7 تعلم올 ossar متى كده عندنا رقم 3 اللي هو عبارا الضلع رقم 7 اللي هو عبارا so many عبارا الفقرة طبعا عندنا اللي هو الضلع بيتصل بي اللي هو النطولроде اللي هو رقم 4 وكمان من جسم الفقرة اللي هو رقم كام رقم 6 يبع عندنا الإجابة اللي هو النطول garnish جسم الفقرة يعني الإجابة رقم مين رقم به إذا كان رقم الضلة هو سين. فما رقم الفقرة التي يتصل بها. احنا دلوقتي عاوزين نجيب مين رقم مين رقم اللي هو الفقرة. علشان اجيب رقم الفقرة اعمل ايه? هزود على اللي هو السين اللي هو رقم الضلة اللي هو مدهوني هزود عليه سبع. ايه السبع اللي انا هزود عليه? اللي هي الفقرات العنقية. يعني اقول له سين زائد مين? سين زائد سبعي. بس سبع دي بيتمثل الفقرات مين? العنقية عن اجابة رقم مين? رقم الف. اي المجموعات التالية تشارك في اتصال الشكل المقابل بباقي اجزاء الهيكل المحوري اللي قدامنا ده عبارة عن اللي هو العمود الفقري او المجموعة عندنا اللي هو الايه اللي هي الفقرات العنقية وطبعا دي بتتصل بي اللي هو الهيكل المحوري بتتصل بمين بالجمجمة فاذا اول حاجة معنا مين اللي هو الايه معنا بعد كده عندنا اللي هو البي اللي هي الفقرات مين اللي هي الظهرية وبسمها الصدرية وطبعا دي تتصل بمين بي اللي هو القفص الصدري في إذن كمان اللي هو البي معنا أما القطنية طبعا لا شيء ما ينفعش معنا الدي طبعا دي بتتصل بمين بي اللي هو عظام الحض يعني بالهيكل الطرفي ما ننهاش علاقة بي احنا بنتكلم عن المحوري وعند الإي لا ما بتتصلش به بالهيكل إيه محوري أو الطرفي ما لاش علاقة في إذن نختار الإي هو البي الإيه والبي يعني اللي جاء برقم مين رقم ألف أي من ما يأتي يحدد موقع الفقرة التي تنصف العمود الفقري عدديا الفقرات العمود الفقري 33 النص بتاحها رقم كام رقم 17 يبا احنا دلوقتي هندور على الفقرة رقم 17 فبقول لي تصبق الفقرة المتصلة بزوج الدلوع العائم التاني هنفسنا سؤال لو زوج الدلوع العائم التاني اللي هو رقم كام والله يتصل بالفقرة رقم كام رقم 19 تصبقها يعني رقم كام يعني رقم 18 هل الكلام ده صح دي 17 و دي 18 يبازن ده غلق كده بالنسبة لنا تالي يعني هتيجي بعد الفقرة المتصلة بزوج الدلوع العائم التاني طب زوج الدلوع العائم التاني اللي هو رقم كام رقم 19 وتالي يعني هتيجي بعدها يعني رقم كام يعني رقم 20 وإحنا قلنا هنا رقم كام 17 عندي كده كمان غلط تصبق هتيجي قبل الفقرة المتصلة بزوج الدلوع العائم الأول طب زوج الدلوع العائم الأول اللي هو رقم كام رقم 18 تمام رقم كام رقم 18 هتصبق نتيجة رقم كم يعني رقم 17 ودي رقم 17 فيزن كده دي اللي جاب الصحة رقم مين رقم جين تالي الفقرة المتصلة بزوج الدلوع العام الأول طب زوج الدلوع العام الأول اللي هو يتصل بالفقرة رقم كم برقم قلنا 18 تالي يعني هيكون رقم كم رقم 19 أصبح دي كمان إيه غلط يبق الصحة كده رقم مين رقم جين كم عدد النتوءات المزدوجة خلي بالنا من كلمة المزدوجة في الفقرة العظمية الصدرية والله لو قال النتوءات وسكة أقوله سبعة إنما هنا لما يقول المزدوجة أقوله كام أقوله تلاتة يبقى اللي جاب مين اللي هي تلاتة طبعا عندنا أول حاجة عندنا للزوج الأولين اللي هو النتوءين اللي هم المستعرضان دي أول حاجة عندنا بعد كده اللي هم النتوءين اللي هو المفصليان الأماميان والنتوءين المفصليان إيه الخلفيان أي مما يلي صحيح عن الشكل المقابل أعوزين حاجة صح طبعا ده منظر اللي هو سفلي بالنسبة مين اللي هو مين عظام الجمجمة فبقولي هنا رقم الف التركيب رقم اتنين يتبع اللي هو الجهاز الايكالي رقم اتنين مشور على الاسنان بقولي يتبع اللي هو الجهاز الايكالي طبعا الكلام ده غلط رقم بيه التركيب رقم اربعة رقم اربعة اللي هو عبارة عن فك اللي هو العلوي يعبر عن فك متحرك طبعا غلط الفك العلوي فك سابت إنما الفك السفلي هو الفك المتحرك يبقى ده كمان غلط رقم جيم التركيب رقم واحد يتصل من خلاله رقم واحد الوصق بالكبير يتصل من خلاله المخ بالحبل الشوكي طبعا الكلام ده صح وبالتلاتيات الإجابة الصح التركيب رقم ثلاثة يحمي المخ وعضاء اللي هو الحس طبعا غلط مفروض هنا الحماية هنا بيكون داخل اللي هو مين اللي هي عظام اللي هي بتعمين الجمجمة نفسها عضاء الحس طبعا من لاش علاقة ومفروض بيحمي مين بيحمي اللي هو ايه المخ فيما تتشابه الفقرات اللي هي الغنقية مع الفقرات اللي هي القطنية عاوزين تشابهوا خلي بنا الشكل طبعا غلط الحجم برضا غلط عشان الغنقية حجمها بيكون اقل من القطنية التمفصل طبعا صح علشان هم الاثنين متمفصلين العدد برضا غلط علشان دي عددها سبع ودي عددها كام خمسة اي البدائل التالية تمثل فقراتين تختلفان في الشكل العام عاوزين الشكل بتاحهم مختلفين عن بعض يطرى نختار مين فبقولي هنا الفقرة رقم واحد والفقرة رقم اثنين هما الاثنين صحيح بيتبعوا مين الفقرات العنقية بس فعلا هما الاثنين مختلفين فيه اللي هو الشكل العام بتاحهم مختلفين عن بعضه في زين دي عادة ايجابة صحة الفقرة رقم ستة والفقرة رقم سبعة طب الفقرة رقم ستة اللي هي فقرة مين اللي هي العنقية والفقرة رقم سبعة برضا فقرة عنقية وهم الاثنين بيكونوا متشابين شكل بعضهم في الشكل العام ما ينفعش أخطرهم الفقرة رقم 18 وفقرة رقم 19 18 اللي هي فقرة مين اللي هي الفقرتين اللي هي الظهريتين هما الاثنين فقرات ظهرية أو بسمية اللي هي الصدرية فقرة 18 و19 هما الاثنين بيبعوا مين فقرات إيه الظهرية يعني هما الاثنين شكل بعض احنا عاوزين فقرتين إيه تختلفين خليبنا في زي ما ينفعش أخطر رقم 20 و رقم 21 21 و 21 يتبعوا فقرة مينidents القطنية و هم الاثنين شكلة بعد و يزا كمان من في عش اختارهم يبقى الفقرة الأولى و الفقرة الثانية هم الاثنين صحيح تابع مين الفقرات اللي هي العنقية بس هم الاثنين مختلفين في الان في اللي هو الشكل من نسبة بين عدد الفقرات المتمفصلة الى عدد الفقرات الملتحمة عدد الفقرات المتمفصلة اللي عددهم كام والله عندنا فيه سبع عنقية و فيه اتنشر زهرية و فيه خمسة قطنية سبعة واثنشر تسعة تشر وخمسة بكام يبقى اربعة وعشرين يبقى عندنا فيه اربعة وعشرين فقرة ايه متمفصلة الفقرات المرتحمة عندنا حاجتين اللي هي فقرات اللي هي العجزية اللي هم خمسة بس المرتحمين بيمثل هنا فقرة اللي هي يمثل هنا اللي هم عضمة واحدة وعندنا الفقرات اللي هي العصوصية اللي هي عدد اربعة بيمثل عضمة ايه واحدة احنا هنا عوز مين عدد مين فقرات وليس عدد العظام خلي بنا فعندي اللي هم خمسة عجزية واربعة عصصية يعني كام عددهم كام تسعة لما اجاب بص كده ما فيش 24 إلى كام إلى تسعة هنبصت الارقام اللي قدامنا كده نقسم على التلاتة يبقى التلاتة فى الثمانية التلاتة فى كام فى الثلاتة يعني النسبة تمانية لأي تلاتة يعني اللي جاب رقمين رقم جيم الشكل الذي أمامك يمثل منظر جانبي لفقر عظمية فإذا كانت هذه الفقرة هي رقم 18 يبقى اللي قدامنا دي رقم كام رقم 18 فى العمود الفقري اجب اي تركيب التالية يصل هذه الفقرة بالفقرة العظمية رقم كام 17 17 دي هتيجي ايه هتيجي قبل منها يعني حين دلوقتي عوزيين تمافصل اللي هي الفقرة رقم 17 مع رقم كام 18 بس هو بيسألنا على مين هم الدينة 18 يبقى الثمانتاشر هتتمافصل مع الفقرة اللي فوقيها اللي هي رقم 17 عن طريق مين عن طريق اللي هو النتوء المفصلي اللي هو مين الامامي النتوء النتوءان المفصليان الاماميان اللي هو رقم كام الدامي اللي هو رقم 2 يبقى نختار مين رقم 2 يبقى الاجابة رقم ألف اي التركيب التالية يصل هذه الفقرة بالفقرة العظمية رقم 19 رقم 19 هتيجي بعد منها طب الفقرة رقم 18 هتتمافصل مع الفقرة اللي هي تحت منها عن طريق مين عن طريق اللي هو النتوء اللي هو مفصلي مين اللي هو الخلفي النتوء المفصلي مين اللي هو الخلفي اللي هو يمثل هنا مين هنا اللي هو رقم كام رقم خمسة يبقى رقم خمسة ده حماس اللي هو النظوم مفصل إيه اللي هو الخلفي اللي هو رقم كام رقم خمسة اللي جابه هنا قدامنا اللي هو رقم مين رقم خمسة اللي هي اللي جابه رقم مين رقم ديل أي مما يلي ليس من وظائف الهيكل المحوري يعوزين حاجة ليس من وظائف من الهيكل المحوري حماية الحبل الشوكي طبعا بيتم من خلال مين العمود الفقري من فاش اختار ديات تدعيم القلب هو مفروض حماية مين اللواء القلب إنما التدعيم ديها طبعا غلط فإذا نختار رقم به الشايك والزفير نحن عارفين طبعا اللي هي الضلواء بتساعد في عملية اللي هي الشايك واللواء الزفير حركة اللي هي الضلواء للأمام واللخارج بيساعد في عملية الشايك والعكس بالنسبة لعملية مين الزفير منفعش اختار ديها حماية الريتين طبعا عن طريق مين اللي هي القفص الصدري برضك منفعش اختار ديها كما عدد الفقرات المتمفصلة في منطقة جزع الإنسان متمفصلة وعارفين يعني متمفصلة جزع الإنسان يعني جزع بقى الجزع ده هيشمل ثلاث مناطق عندنا منطقة الصدر ومنطقة البطن ومنطقة الحود وبيتكلمنا على مين على فقرات اللي هي متمفصلة طيب عندنا والله موجود في منطقة اللي هي الصدر عندنا فيه 12 فقرة اللي هي صدرية أو بسمية الظهرية وعندنا خمسة في منطقة اللي هي البطن اللي هي القطنية 5 أو 12 أصبحه كام 17 إنما اللي بعد كده هيكون إيه عبارة عن فقرات اللي هي مرتاحة سواء عجزية أو إيه أو عصوصية ما ينفعش أحسبها يبقى حسب المتمافصل فقط 12 و 5 يبقوا كام يبقوا 17 الرسم البيانة مقابل يمثل أنواع فقرات العمود الفقري إدرسه سماجب إذا علمت أن هي اللي قدامنا ده تشير إلى فقرات مين اللي هي العجزية أي مما يلي يمثل الترتيب الصحيح لفقرات العمود الفقري من أعلى لأسفل يبقى عندي هي ده عبارة فقرات مين عجزية زي ما قال لي الفقرات العجزية عدادة كان فقر عدادة 5 فقرات هنا طبعا مدين هنا عدد الفقرات فانقارن كده من حيث مين حيث العدد ده 5 وده 5 يبقى ده كمان رقم ده ديت عبارة عن إيه 5 فقرات طب مين اللي عندنا 5 تاني اللي هي مين فقرات مين قطنية يبقى ده عبارة عن فقرات قطنية ده أقل شوية اللي هو جيم أقل من الخمسة يعني أربعة طبعا اللي عندنا اللي هي أربعة اللي هي مين اللي هي العصصية ده أكتر اللي هو رقم به من اللي هو أربعة ومن خمسة طبعا عندنا فقرات اللي هي العنقية اللي هي سبع فقرات يبقى ده عبارة عن عنقية ده أكتر واحد عندنا اللي هو رقم ألف اللي هي الفقرات مين اللي هي الصدرية أو بسميها إيه الظهرية يبقى ديت عبارة مين الصدرية يبقى الترتيب كده هو هلاء اللي إيه من أعلى الى ايه اسفل طيب هنبدأ بالعنقية اللي هي رقم مين رقم بي يبقى يبدأ لازم يبدأ برقم بي ليه العنقية عندي طبعا بيه صح ده طبعا ديه غالب بالنسبانا بيه صح وبيه صح بعد العنقية مين اللي هي الصدرية اللي هي عدده 12 فقرة اللي هي رقم الف يبقى لازم يبدأ بمين بالف بعد كده بديه الف صح وديه تقلف فيه صح من نسبانا بعد اللي هي بعد الصدرية عندنا اللي هي القطنية الى عددها كام خمسة يبقى عندي اللي هي رقم مين رقم ديل يبقى عندي هنا ديلعمدي طبعا دي اصبحت غلط وديكمان غلط احنا كده شاولين في مين فيه اللي هو جيم بعد اللي هي القطن هي فيه عندنا العجزية اللي هي رقم ايه اللي هو قال له عليها خمسة فعلا فإن دي صح كده واخر حاجة اللي هي رقم جيم اللي هي العصاصية اللي هي عدده ايه اربعة يبا كده اللي جابها رقم مين رقم جي تنتمي الفقرة التي تتمفصل مع الجنجمة إلى الفقرة التي تتمفصل مع الجنجمة يعني أول فقرة من الفقرات مين العنقية العنقية اللي هي مين اللي هي بيه يبا نختار مين اللي هي رقم بيه ما الفقرات التي تشترك في تكوين القفص الصدري طبعا مين الفقرات مين اللي هي الصدرية وبسماة الظهرية ليعدادها 12 فقر يعني نختار مين اللي هو ألف سؤال رقم 5 من الشكل المقابل كم عدد النتوءات المفصلية المشاركة في حركة هذه الفقرات العظمية مديني هنا مجموعة من الفقرات وبقولي هنا عاوزين يا ترى كم نتوء مفصلي يشارك في الحركة أنا عندي هنا لو الفقرة ديت علشان تتحرك هنا تتمفصل مع اللي في ايها عن طريق اللي هي النتوءان المفصليين الأماميين ومع اللي تحتها عن طريق من النتوءان المفصليين اللي هم الخلفيين يبقى الفقرة ديت هتشارك فيها كم نتوء فيها أربعة ديت نفس الكلام أربعة ودي كمان أربعة كل واحدة منهم نتوءان مفصليين أماميين مع الفقرة اللي فوق منها ونتوءان مفصليين خلفيين مع الفقرة اللي هي تحت منها أما اللي هي أول فقرة الفقرية ديتنا هتتمفصل مع اللي أسفل منها عن طريق اللي هي النتوءان المفصليين اللي هم الخلفيين يبقى دي عندها اتنين بس الفقرة اللي تحتنا هي خالزة هنا هتتمفصل مع اللي فوق منها عن طريق اللي هي النتوءان المفصليان الأماميان يبقى عندها اتنين بس تعال نجمع مع بعض بقى كده يبقى عندي 3 ف4 ب12 و 2 و 2 يعني 4 يعني 16 اللي هما ايه نتوء يبقى عندي هنا في 16 ايه نتوء هيشاركوا فين في اللي هي حركة اللي هي الفقرة اللي هي قدامنا إذا كانت الفقرة التي أمامك رقمها 20 يبقى الفقرة دي هي الفقرة رقم كام؟ رقم 20 فهم أرقام وأسماء التركيب التي يتصل هذه الفقرة بالفقرة رقم 19 19 دي هي نتيجة قبل منها طيب أنا عاوز ديها مع الفقرة اللي هي قبل منها مع اللي هي فوقيها هتتمفصل عن طريق مين؟ هتتمفصل عن طريق اللي هي النتوءان المفصليان اللي هما الأماميان اللي هما رقم كام قدامنا اللي هما رقم اتنين يبقى عندي النتوء المفصلي الأمامي النتوء المفصلي الأمامي دي هتتمفصل مع الفقرة رقم كام؟ مع رقم 19 اما الفقر الرقم 15 دي بتتبع من؟ بتتبع اللي هي الفقرات اللي هي الزهرية. وبسمها الصدرية. احنا عارفين الصدرية بتبدأ من رقم 8 الى رقم 19. يبقى رقم 15 دي بتتبع هي بتتبعها. يبقى دي تتبع مين؟ تتبع اللي هي فقرات مين الزهرية؟ الزهرية. اما اللي هي الفقرة رقم 30 طبعا دي بتتبع فقرة مين اللي هي ايه العصاصية دي اول حاجة عندنا اول ده ايه اول اختلاف عندنا الاختلاف التاني الفقرات اللي هي الظهرية اللي هي رقم 15 طبعا دي عبارة فقرات ايه متمفصلة اما اللي هي الفقرات اللي هي العصاصية طبعا دي فقرات ايه اللي هي بيكون ملتحمة عندنا طبعا اللي هي الفقرة رقم 15 ديتنا من حيث الحجم بيكون حجمها متوسط الحجم أما اللي هي العصاصية بيكون صغيرة مين صغيرة اللي هي الحجم عندنا اللي هي الفقرة رقم 15 طبعا ديتنا بتمثل اللي هي الفقرة الظهرية رقم كام رقم 8 ليه؟ علشان احنا قلنا الظهرية هتدى من رقم 8 إلى رقم كام إلى رقم 19 يبا دي هتمثل رقم كام رقم 8 بالنسبة للفقرات الظهرية أما اللي هي رقم 30 دي تنوه هتمثل اللي هي الفقرة اللي هي العصاصية الأولى علشان الفقرات العصاصية بتبدأ من رقم 30 إلى رقم كام إلى رقم 33 إذا علمت أن الضلوع الإنسان تنقسم إلى أول حاجة عندنا ضلوع حقيقية يتصل كل منها منفردا بعضمة القص بوسطة غضروف واحد لما أجبص على الرسمة كده دي عبارة عن ضلع وعند ده غضروف وعند دي عضمة من القص يبقى الضلوع اللي هي قدامي دي تنوه بسمها ضلوع حقيقية الحاجة الثانية عندنا ضلوع كاذبة وهي ثلاث أزواج من الضلوع على الجانبين تندمج ثلاثة على كل جانب معا قبل اتصلها بإيه بالقص بوسطة غضروف واحد وطبعا عندي دي تنوه دي بسميها اللي هي الضلوع مين اللي هي الكاذبة دي واحد اتنين ثلاثة ثلاث أزواج بيتصل مع بعض نوه عن ثلاث مين غضروف مشترك علشان يوصلهم مين بعض مين القص وعندنا اللي هي الضلوع العائمة لها تتصل بالقص عندنا طبعا آخر زوج عندنا من آخر زوجين من اللي هي الضلوع بسمي الضلوع ايه اللي هي العائمة فابقول لي هنا ما أرقام الفقرات التي تتصل بها الضلوع مين اللي هي الكاذبة الكاذبة هنبدأ من تحت هنبدأ منين من تحت طبعا احنا دلوقتي عندنا اللي هو عندزين أول حاجة عندنا مين أرقام مين أرقام اللي هي ايه اللي هي الفقرات طيب أرقام مين اللي هي الفقرات عندنا اللي هي آخر ضلعة عائم اللي هو يتصل بالفقرة رقم كام رقم 19 يبقى الفقرة دي رقم 19 والقبلها دي كام 18 احنا هناخد بقى اللي هم هي الثلاثة اللي قبلها يبقى يكون رقم اللي هو 17 و 16 و 15 يبقى عندي أرقام الفقرات يبقى عندنا الفقرات اللي هي رقم كام رقم 15 و 16 و 17 تمام اللي بتاتصل بها مين الضلوعة Никاذبة احنا يقولون هنال الضلوعة عندنا عشان عارف الضلوعة كاذبة اجيبها منين اخر حاجة عندي اللي هي اخر زوجه منين من الضلوعة العائمة اللي بعدها على طول يعني عندي ادي واحد ادي اتنين ادي ايه تلاتة هما التلاتة بيتتصلوا ايه بيغدروا في واحد علشان يصلوا مين بعدم تلقص فانا عندي اللي هي الضلوعة اللي هي قدامي دي اتنهان بس اما الدلوة ايه اللي هي الكاذبة يبقى ارقام اللي هي الدلوة اللي هي الكاذبة اللي هو هيعتبر احنا قلنا ده رقم كام رقم اتناشر واللوة اللي هو الابلي اللي هو رقم احداشر يبقى هنبدأ بعشرة وتسعة وتمانية يبقى عندنا رقم رقم الدلوة اللي هو رقم كام رقم تمانية وتسعة وكام وعشرة يارب يكون فهمنا ما تنسناش من صالح دعواتكم كان معكم أستر طهراء وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو القادمة والسلام عليكم ورحمة وبركاته شكرا للمشاهدة